في سابقة هي الأولى من نوعها يستعد العراق إلى تصدير محصول الشعير الفائض عن حاجة السوق المحلية بعدما كان ثاني أكبر مشتر للقمح في الشرق الأوسط تقول وزارة الزراعة أن الحكومة تعتزم بدء بيع 700 ألف طن من الحبوب في مزاد الأسبوع المقبل بسعر أدنى يصل إلى 125 دولار أمريكيا للطن ومن المرجح أن تذهب إلى دول الخليج العربي ودول شمال أفريقيا هذه الخطة انطلقت بعد امتلاك العراق فائضا من الشعير يقدر بنحو 900 ألف طن وذلك من فائض إنتاج الموسم الماضي فقط وعن سبب التحول الكبير هذا بإنتاج المادة الغذائية الرئيسة وتحول البلاد من مستورد إلى مصدر بفترة قياسية يقول المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف أن احتياطي المياه الذي سجل العام الماضي عزز آفاق المحاصيل في جميع أنحاء العراق كما أن أحد أسباب الفائض هو الأسعار المرتفعة التي تدفعها الحكومة للمزارعين كحافز لهم حقق العراق إذن طفرة نوعية من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح للموسم الثالث على التوالي الأمر الذي يساهم في تعزيز إنتاج الغذاء وبالتالي تخفيف الضغط على الاقتصاد المتضرر وتوفير العملة الصعبة